السلام عليكم. سلام عليكم. مجد الأب والأبن ورح القدس إلهان واحد. أمين. برسالة عاجلة كل سنة ببعثها بمناسبة عيد البربارة تحديداً. بسيحية بدي شوف أنا أخوتين قول على كل أعيادنا على كل أعياد الإدسين على كل أعيادنا المسيحية لازم تكون موجودة. وهي أنه ما نفتخر بالأمور الأرضية اللي بنعملها. ما نستقبل العيد بأكل وشرب وملبس وجوز ولوز. ما نكون هيدا استقبالنا للعيد. استقبالنا للإدس. استقبالنا للفرح. استقبالنا للرب يسوع. حلو البهجة. حلو الفرح. نفرح بالرب يسوع بالإدسين. ومنقدر طبعاً ناكل ونشرب ونعمل كل شيء. إنما مواقع التواصل الاجتماعي ما نفرج هيدا الأمور كتير أو يعني ما نكون كأنه عم نقهر الفقير في كتير ناس يا أخوتي بيتابعوا مواقع التواصل الاجتماعي. ما عندهم سيارة. ما عندهم بيتهم بالراد. ما عندهم نفزاق. مش عم نزور وعم نعرف. وفي كتير منهم عندهم يهن على الأد. يعني يعني أنه بيقدر يجيب على أده. وبيكون فرح لأله كتير عظيم إنه عم بيجيب لأله لأولاده الضيافة أو الألعاب اللي هن على أدنا. كل واحد بيجيب على أده. بس أنا أصدي إنه ما يكون فرحتنا ونقعد نحط كل هالأمور هيدا قدام الناس اللي ما قادرة تشتري ما يكون يمكن عم نزيد بعد أهر بدون ما نكون قاصدين طبعاً إنه نزيدها. خلينا نفرح كلنا مع بعضنا بس ما نورجي هالأد على السوشال ميديا. بذات الوقت فعلياً ما نكون عم نبزل ونكون مبزلين ونكون عم نستقبل عيد مثل الوسانيين إنه بس هي الزين والأمور. لا نكون عم نستقبل الأمور روحياً. نفرح روحياً بعدين أكيد بنتعشى ونقعد مع بعضنا وكل هيدا الأمور بس كمان نحن عم نتعشى بنتذكر الفقراء واللي بيقدر يعطي لفقير اللي بيقدر يخد صحن أكل لحدا بيعرف إنه ما عنده بمعنى صحن أكل يعني أنا بقدر إنه شوف إذا بعرف هيدا العيلة فقيرة بقدر أنا أخذ لها حبوب معينة حتى تشترك أمح ما يزهر كل هالأمور هيدا. في يوم عيد البربارة يا أخوتي رسالتي العاجلة لقالكم إنه نستقبل هيدا النهار بفرح بقوة أداسة الإديسة بربارة وأنا أتذكر يا أخوتي بس شغل كتير بشدد علي كمان إنه ما نقول رايحين نشتري وج بربارة يا راتب نشتري وج بربارة وج بربارة معناتها وج الأديسة هذه أسمه وج بلاستيك مش وج بربارة أبداً يارات نلبس وج بربارة يعني وج الأداسة يعني معنى اسمها هي الجميلة وحتى جميلة بتعني تحديداً اسمها الروحياً الجميلة اللذات من جوه ومن بره هذه الديسة بربارة لا تشتري وجه الديسة بربارة أنا لا تشتري وجه الديسة بربارة والدرب يسوع اللي هو فينا كلنا لا نخفي وجوهنا ون rank ووجه الديسة بوجه دائما مضوه لنا لكن لماذا لا نقول ان point ستعمل الديسة دلا سنقول بربارة ون beam or ll crata ولا ننقل ونقول وإذا غلطنا نرجع نصلح بربارة هي قديسة مش وج بلاستيك بربارة شهيدة الرب يسوع نفرح فيها وراحين نبربر بربارة هشرت يا أخوت لأن كانت هربانة من باية هربانة من الموت هربانة من الناس من يحرقوها ويقتلوها شفتوا الفرق وين الأمح اللي بنعمله والأكل اللي بنعمله اللي بيكون موسم بعد زرق الأمح واللي بيكون وقتها هيدا النعم اللي بنجيب على غايتنا الأمح والحلو هول تحت تدبيركن القديسة بربارة بباركة ربنا يسوع المسيح هيدا هي الوليم اللي بنعملها بتكون قاعدة معنا الديس بربارة عبتتعشة وعبتاكل عم نفرح بشهادتها اللي فتحت لنا الطريق لقلنا للسماء نعرف معنى الشهادة شو هي ومعنى الإيمان المسيحي شو هو أرجوكم هاي المناظر كلها اللي عم نحطها يا أخوت عبتدايق كتير ناس فرحوا إنما بيتروي فرحوا أولا بالرب بعدين بالأمور الأرضية التانية ما حدا عبقوا ما تفرحوا بالأمور الأرضية رب ديانا نفرح بالأمور الأرضية لأنهو عط وقال إنموا واكثروا وفرحوا إنما مع خينا ونتذكر خينا ما يكون هيدا هو هدفنا نسخف هالموضوع هيدا ونسخف عياد الإديسين عياد ربنا يسوع المسيح خلينا نكون مؤمنين راسخين بليلة عيد البربارة نصلي نفرح ناكل مع بعضنا طايف وهي الأمور إنما فرحا بشهادتها اللي عبتوصلنا على السماء بشفاعتها فينا على الأرض اليوم نصلي للإديس بربارة متل ما مناكل ونقول شفاع فينا عند الرب يسوع نصلي له ولما نعطي يا أخوتي حبوب وأنا بدي شجع اليوم كلنا نروح نوزع ونعطي حبوب ما يزهروا خلافه للفقرة ونقول لهم هولمن بربارة هاو من الإديس بربارة مش مني يارب هيك كلياتنا اليوم نعمل هيدا الفكرة منبلشها من هلأ ليومين للإديس بربارة أو لبكرة وحتى لسنت جاي نحضر اللي تكونين منقول لهم هاو من الإديس بربارة هاو من مار شربل هاو من الرب يسوع هاو من العدرة كتير مهمة هيدا الفكرة تعالوا نعملها سوا إنما خلينا نكون نحزن مع الحزنين ونفرح مع الفرحين ونتطلع دايما على قلب خينا اللي عب يطلع علينا بفرح بيفرح لنا بس عنده هيدا الحزن ما هو ما معه يفرح ولده سلام ربي صعب قلوبكم بركة الإديس بربارة معنا جميعا مش بزوز ولوز و أمحية بنستقبلها بصلاة وساعتها كله واشكروا الله واشكروا الإديس بربارة أمي أمي